بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بنتكلم عن دودة الاسكارس دودة الاسكارس هي أحد أنواع العدوى التي تسببها الديدان الاسطوانية وتعد الديدان الاسطوانية طفيليات تعيش على جسم الإنسان بمعنى أنها تحتاج جسما مضيفا كالإنسان حتى تنمو وتنضج من مرحلة اليارقة أو البويضة إلى الديدان البالغة وحقيقة تعد الديدان البالغة القادرة على التكاثر طويلة إذا يصل طولها إلى ما يزيد عن 30 سنتيمتر وفي الواقع تعد دودة الاسكارس من أكثر منواع شيوعا حول العالم سبب الإصابات بدودة الاسكارس وذلك عند تناول الطعام الملوث كيفية الوقاية من دودة الاسكارس النظافة والتعقيم وغسل اليدين وغسل الفواكه والخطروات أعراف دودة الاسكارس السهال وألم البطن والمغص ونزيف وضعف الدم ترجمة نانسي قنقر